موسيقى رد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل على تصريحات العاهل المغربي محمد السادس حول الحكم الذاتي في خطابه الأخير رد بلهجة حدث بضرورة استشارة شعب الصحراوي في تقرير مصيره ومستقبله من جانبه قال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بأن الشعب الصحراوي ليس مغربيا وبأن الصحراء ليست مغربية لفرض الحكم الذاتي وفي هذا السياق جدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية إدانته لسياسة العرقلة والتعنت التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي والتي عكسها خطاب الملك محمد السادس الأخير محذرا من تأخر تدخل مجلس الأمن الدولي من وضع حد لهذه التجاوزات فأي مشهد قد يتشكل قريبا في ظل هذه المتغيرات الحاصلة هل ستجنل قضية الصحراوية نقاطا إضافية في ظل سقطات الدبلوماسية المغربية المتتالية؟ ولماذا يتخوف النظام المغربي من تنظيم استفتاء للشعب الصحراوي يقرر من خلاله مصيرا؟ أهلا بكم إلى المشهد المغاربية ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أرحب بضيفي في هذا العدد من المشهد المغاربي عبر خدمة سكايب من بروكسل عضو الأمنة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بوشرايا البشير أهلا وسهلا بك سيد بوشرايا أهلا وسهلا بك ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الفينت كات وشكرا على الاستضافة أولا لو أبدأ معك النقاش سيد بوشرايا من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول ضرورة استشارة الشعب الصحراوي في مستقبله ما هو تعليقكم على هذا التصريح خاصة في هذا الوقت بالذات؟ تفضل هو تصريح جوزيب بوريل مسؤول العلاقات الخارجية لاتحاد الأوروبي وسياسة الأمنية تصريح بالنسبة لنا تصريح بالغ الأهمية بالنظر إلى المستوين إلى الظرفية التي تم الإدلاء فيها بهذا التصريح ولكن أيضا إلى محتوى التصريح في حد ذاته من ناحية الضرفية فإنه مطبوعة بفشل رهانات بعض الدول الغربية وبعض العواصم على إمكانية تفرض حل أحادي الجانب على الشعب الصحراوي يبدأ من الواضح للجميع بأنه ليس هناك من سبيل لتسوية النزاع في الصحراة الغربية إلا من خلال احترام إرادة شعب الصحراوي وبأن هذا الرهان بدلا من يساعد في التقدم بنحو الحل أصبح يعطي نتائج عكسية ويعقد الموضوع أكبر ويفتح المنطقة على احتمالات أكبر سوء ولكن فيما يتعلق بالضرفية العصر الثاني المهم هو خطاب ملك المغرب الأخير الذي كان مليئا بالوعيد وبالتهديد والذي بدأ بأنه متحرر من أي عقال العقل من أجل ضرب استقرار المنطقة بكاملها وفي اعتقادنا بأنه تصريح بورل في هذا الضرف مباشرة بعد خطاب ملك المغرب يشكل بطاقة صفرة أشهرها الانتحاد الأوروبي في وجه ملك المغرب وفي وجه هذا الخطاب هذا فيما يتعلق بالضرفية ولكن من ناحية المحتوى التصريح مهم جدا لثلاث عناصر أساسية أولا يتضمنوا كلمة استشارة الشعب الصحراوي على اعتبار بأنها هي السبيل لحل نزاع الصحراء الغربي والاستشارة بطبيعة هال تعني الاستفاة وتعني تقرير المصير تأكيدوا على موضوع الشعب الصحراوي الشعب الصحراوي بالمفهوم ليست الساكنة وليست صحراويون فالشعب الصحراوي مصطلح لديه دلالته القانونية ولديه علاقته المباشرة بتقرير المصير وبسيادة الشعب الصحراوي في جميع الأفعابات فيما يتعلق بالوحدة الترابية لكامل حدود الصحراء الغربية ولكن أيضا السيادة على الثروات والحق في تقرير المصير العصر الثالث هو حين يؤكد بأنه في النهاية إرادة الشعب الصحراوي هي التي يجب أن تحدد الوضع النهائي للقليم لهذا في الحقيقة التصريح يعتبر تصريح بالغ الأهمية ويضع الاتحاد الأوروبي على بداية الطريق بأن تصبح شريك فعلي حقيقي مسؤول من أجل مساعدة الطرفين للوصول إلى حل يتماثل مع شرائي الدول سيد بو شرائي نذهب لمواقف الدول إزال قضية الصحراوية كيف تقرأ موقف ألمانيا من القضية الصحراوية بعد تصريح وزيرة الخارجية الألمانية بالمغرب التي أكدت أن الحل يبقى في طار الأمم المتحدة هذا التصريح الذي تم تأويلهم من قبل وسائل إعلام مغربية بتأييد مقترح الحكم الداتي أتصور بأن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى المغرب وما رافقها من تغطية إعلامية مغلوطة ومن تأويلات مشتزأة من طرف وسائل الإعلام القربية دليل آخر على فقدان المغرب للبوصلة وعلى فقدانه لأية حجة من أجل مواصلة مغالطة الرأي العام العالمي خاصة للأوروبي فيما يتعلق بموقفه الوزيرة الألمانية أكدت بأن الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة هي الإطار الوحيد لحل النزاع وقالت بالحرف الواحد لو كان ثمة حل لما كنا تحدثنا عن الأمم المتحدة وبالتالي فهي تعتبر بأن الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والأكثر من هذا بأنها أكدت على أن الحل يجب أن يكون ما بين طرفي النزاع ألا وهم المملكة المغربية وجبة البوليساريو وحين تقول هذا من الرباط فهذا يعني إقصاء بشكل مطلق لكل أوهام الدعاية المغربية من أجل إقحام بلدان مجاورة أخرى في النزاع وبالتالي فإنه نعتبر بأنه من الرباط برلين عادت التأكيد على الموقف التقليدي لألمانيا والذي يسجم مع موقف الانتقاد الأوروبي بشكل واضح رسل وصلت سيد بوشرية طيب نذهب للحديث عن التصريح أو خطاب العاهل المغربي الأخير الذي قلت عليه بأنه كان مليئا بالتهديد والوعيد هذا الخطاب الذي طلب من خلاله ملك المغرب الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة على حد قوله أن توضح موقفها بشكل لا يقبل التأويل من برأيك يقصد هنا محمد السادس وهل أعلن التمرد على الشرعية الدولية من خلال تهديده للمجتمع الدولي حسب ما يقول البعض سيد بوشرية الملك المغربي يقصد الجميع وهو ينطلق في هذا التصريح في هذا الوعيد في هذا التهديد من فلسفة عدوانية توسعية قارة متأصلة وذابتة كإديولوجية هي التي تتحكم بخيارات النظام المغربي خاصة على مستوى المنطقة وحتى على مستوى العالم قلنا مرارا وتكرارا بأن التوسع المغربي قنبلة انشطارية في جميع الاتجاهات شمالا وشرقا وغربا وجنوبا وفي هذا الخطة بدأ من الواضح بأن ملك المغرب يريد أن يبعث برسالة تهديد حادة إلى دول الجوار المباشرة ولكن أيضا إلى جميع دول المنطقة وإلى ما بعد ذلك حتى الجوار الأوروبي والعالم بأسره ونعتقد في جبهة البوليساري بأنه لولا تلك المواقف اللامسؤولة والمحابات التي طبعت بعض المواقف المعبر عنها خاصة وتحديدا من طرف مدريد على لسان بيرو سانشيس في رسالته إلى ملك المغرب ولكن أيضا المواقف المعبر عنها بين الحين والآخر من طرف فرنسا وإعلان ترامب سيئ الذكر لولا هذه المواقف لما كان للملك المغرب من الجرأة على أن يتمرد على العالم ويتمرد على الشرعية الدولية بهذا الشكل الواضح وعليه فإنه لكبح جماع هذا التوسع وهذه النية المغربية من أجل الزجب المنطقة في مزيد من التوتر وفي مزيد من الاستقرار الخيار هو دعم الحل الديمقراطي الشرعي المتفق عليه بين طرفي النزاع على المملكة المغربية وجبت البوليساريو ألا وهو استشارة الشعب الصحرائي نعم في هذه النقطة سيد بوشرايا لماذا يتخوف النظام المغربي من تنظيم السفتاء الشعبي ليقرر الشعب الصحرائي مصيره في نهاية المطاف؟ هذا أكبر دليل أولا على عدم امتلاك المغربية حجة ولكن الدليل الصاطئ بأن المغرب بالرغم من احتلاله للصحراء الغربية لأكثر من أربع عقود حوالي خمسة عقود الآن وطيطرته على المدن المحتلة في الصحراء الغربية إلا أنه لم يتمكن في أي وقت من الأوقات على الإطلاق في نزع جذوة الوطنية والرغبة في الاستقلال والجنوح إلى الحرية وإلى الحق في تقرير المطير لدى الصحراويين المغرب يرفض الاستفتاء لأنه يعرف ما هي النتيجة النتيجة سوف تكون تصويت الشعب الصحراوي في مختلف نقاط تواجده بمن فيهم من يوجدون تحت الاحتلال الآن على خيار الاستقلال الوطني ونحن نقول دائما للمغرب وحتى لمحاورين الغرضيين بأن المملكة المغربية تزعم بأن الجزء الكبير من الصحراويين موجود تحت الاحتلال المغربي وبأن هؤلاء يتمتعون بحقوقهم حقوق المواطنة كمغاربة وبأنهم يساهمون بتنمية الإقليم لو كان الأمر كذلك دعونا ننظم الاستفتاء استفتاء تقرير المطير يوما واحدا وبالتالي نحل هذا المشكل وننهي هذه الأزمة التي تسمم العلاقات في المنطقة وتمنع شعوب المغرب العربي من تحقيق حلمها في مغرب موحد مزدهر ولكن على أساس الاعتراف والاحترام المتبادل بين مختلف شعوبه بما فيها الشعب الصحرائي طيب سيد بوشرايا وأنت ممثل جبهات البوليساريو في الاتحاد الأوروبي مقارنة بحقبة مضت هل برأيك تغيرت مواقف بعض الدول الأوروبية من القضية الصحراوية خاصة في السنوات الأخيرة سيد بوشرايا لا هو الموقف الأوروبي من القضية الصحراوية في الحقيقة موقف مركب ويجب أن يقدم على عدة مستويات هناك المستوى الشعبي وهو المستوى الأول فيه نزوع واضح في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفيه تنديد أيضا واضح بانتهاكات حقوق الإنسانة التي يقوموا به النظام المغربي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وهناك امتعاض كبير من طرف الرأي العام الأوروبي إذ زاء انتهاك الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لقرارات المحكمة الأوروبية المتتالية فيما يخص الطروات الطبيعية للصحراء الغربية هذا كله أحدث نوع من التعاطف المسبق على المستوى الشعبي داخل الرأي العام الأوروبي وهذا ما نشاهده تقريبا في مختلف الدول الأوروبية ولكن المستوى الآخر هو المستوى الإعلامي وهنا في الحقيقة اللوبيات المؤيدة للمغرب والتي تستخدم أموال وإمكانيات طائلة تحاول دائما مواصلة التعديل على القضية الصحراوية بالرغم من تسجيل اختراقات مهمة في هذا الاتجاه خلال السنوات الأخيرة خاصة داخل إسبانيا وداخل فرنسا وداخل إيطاليا وداخل بعض الدول الأخرى ولكن المستوى الأخير هو المستوى السياسي الرسمي مواقف الدول متبينة بعض الشيء هناك ثلاث مستويات هناك مستوى دول الشمال المجموعة الأولى وهذه مواقف دائما لحق الشعب الصحراوي في تقل المطير هناك بلدان يتحكمان في موقف بريكسل بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالقضية الصحراوية وموقفهما موقف سلبي ألاوهما إسبانيا وفرنسا طيب فيما يتعلق بموقف إسبانيا سيد بوشرايا أعتذر منك لاقتطاعك فيما يتعلق بموقف إسبانيا منذ إعلان رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشاز الإنفرادي حسب ما يقول بعض بتأييد الحكم الذاتي في الصحراء الغربية لم يجدد موقفه خاصة بعد الضغوطات الداخلية والخارجية هل برأيك ستغير إسبانيا موقفها إذا القضية الصحراوية في قادم الأيام؟ بيدرو سانشاز يوجد في وضع صعب فيما يتعلق بإمكانية مواصلة تبني هذا الموقف المعلن عنه والمنافي أولا لرقبة الرأي العام الإسباني ثانيا المنافي لرأية غالبية الأحزاب والمجموعات السياسية داخل إسبانيا وثالثا المنافي لوضع إسبانيا كقوة مديرة الإقليم ومنافي للشرعية الدولية وقراراتها وبالتالي فإنه من حيث المبدأ بيدرو سانشاز يجد صعوبة كبيرة في مواصلة التمسك بهذا الموقف وعليه مجموعة من الضغوط ومن مختلف الاتجاهات هناك مجموعة من المواعيد الانتخابية القادمة في إسبانيا والهامة والنداء الذي تطلقه جفزة البوليساريو ويطلقه الشعب الصحراوي ويطلقه حلفاء الشعب الصحراوي بأن إسبانيا مطالبة بالعودة إلى جادة الصواب وبتحمل مسؤوليتها التاريخية على اعتبار أنها هي البلد المسؤول عن النزاع إلى حد ساعة ولكن أيضا هي البلد المسؤول تجاه دول منطقة المغرب العربي في مواصلة وجود هذا النزاع طيب سيد بوشراير تبط اعتراف ترومب بمغربية صحراء المزعومة بورقة تطبيع المغرب مع الكيان الإسرائيليا واخر 2020 لكن البعض ربما يتساءل ماذا جنى النظام المغربي من هذا التطبيع في نهاية المطاف؟ أتصور بأنه هناك يعني على المستوى التكتيكي ربما يكون المغرب قد حاول التحرك في الهامش الذي يوفره له الدعم السخي خاصة من طرف إسرائيل وارتباطه بإسرائيل بعد اتفاقيات أبرعام والدعم المالي من بعض دول الخليج ولكن هذه مكاسب تكتيكية تؤدي إلى خسارات استراتيجية كبيرة جدا بالنسبة للنظام المغرب وبرزها حتى على مستوى الشعبي داخل المغرب فهناك استياء شعبي كبير جدا داخل المغرب من هذا التطبيع وأتصور بأنه إذا كان الهدف الرئيسي من خلال استقدام إسرائيل إلى المنطقة هو محاولة ضرب أمن واستقرار البلدان الجوار فإنه ربما ينقلب السحر على الساحر فيما يتعلق بالمغرب ويكون المغرب الأقصى المملكة المغربية هي أولى ضحايا هذا التطبيع من خلال تفاعلات الرفض الشعبي داخل الشارع المغربي لهذا التطبيع والحقيقة المس من مسؤوليات المملكة المغربية ضمن فضائها العربي وضمن فضائها الإسلامي حيث تم تعرية النظام المغربي أمام الملأ يعني كنظام يخدم أجندة معادية أولا لمصالح الشعب المغربي معادية لمصالح شعوب المنطقة برمتها ومعادية لالتزامات هذا الشعب العربية والإسلامي طيب ما هي خطوات جبهة البوليساريو القادمة خاصة على الصعيد الدولي بعد الانتصار الدبلوماسي الأخير سيد بوشرايا جبهة البوليساريو النضال الدبلوماسي يشكل أحد محاور المقاومة الوطنية الصحراوية رفقة المحاور الكبرى وأبرز وانتباه المسلح الآن وجبهات العمل الدبلوماسي مفتوحة يعني تقريبا في مختلف القارات آخرها مثلا سلسلة الاعترافات المسجلة على مستوى أمريكا اللاتينية بعد التغييرات التي سجلت على مستوى بعض الحكومات هناك وهناك آفاقة كبيرة في هذا الاتجاه على مستوى الاستحاد الأوروبي الوضع نعرفه مع هذه المتغيرات الإيجابية الأخيرة ونحن في انتظار قرار محكمة الاتحاد الأوروبي خلال مطلع السنة القادمة الجديد والذي سيؤكد على سيادة الشعب الصحراوي وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادة وإلغاء هذه الاتفاقيات مع المملكة المغربية على مستوى الاتحاد الأفريقي مكانة الجمهورية الصحراوية وأوهام المملكة المغربية التي كانت تتصور بأنه بعد انضمامها إلى الاتحاد الأفريقي سنة 2017 مسألة مسألة وقت فقط من أجل التأذير على عضية الجمهورية الصحراوية اليوم ونحن نستعد الآن لدخول قمة الشراكة ما بين الاتحاد الأفريقي واليابان الجمهورية الصحراوية موقعها يتعزز وبشكل مطرد كبلد مؤسس وكبلد فاعل داخل هذه المنظمة القارية بالإضافة إلى موضوع الأمم المتحدة حيث يشتد الخناف على المغرب وآخرها زيارة ديمستورا إلى المغرب حيث تم رفض تنقله إلى المدن المحتلة وهو ما شكل امتعاضا كبيرا لدى الأمم المتحدة وهو ما زال في بداية مهمة طيب نكتفي بهذا القدر عضو لامنا الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبية ببشرايا البشير شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا المشهد المغربي ما زال مستمرا معكم مشاهدين وتتابعون بعد الفاصل الملف الليبي وقضية الصحراء الغربية في صلب محادثات الرئيسين الجزائري عبد المجيد تابون والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في ليبيا أدبيب يؤكد استمرار عمل حكومته ويطالب بسرعة سياغة قاعدة الانتخابات الدستورية موجة أمطار غير مسبوقة صاحبتها فيضانات في موريتانيا بداية يواصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الجمعة زيارته للجزائر التي تستمر إلى السبت كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون في مؤتمر صحفي رفقة نظيره الفرنسي مانويل ماكرون عن تقييم ما تحقق من إعلان الجزائر للصداقة والتعاون بين الجزائر وباريس ودراسة العقبات التي تواجه البلدين كما كشف رئيس الجزائري أنه تبادل مع نظيره الفرنسي وجهات النظر حول عديد القضايا الهمة المتعلقة بليبيا ومالي والصحراء الغربية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة إلى شاني الليبي حيث جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد تبيبة تأكيده استمرار حكومته في عملها باعتراف دولي إلى حين إجراء الانتخابات مشيرا إلى أن الحكومة القادمة هي الناتجة عن سلطة منتخبة ولا ترجع في ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء قالت بيبة بأنه لن يسمح لحكومة فتح باش آغا المكلفة من مجلس النواب بمحاولة العبث بأمن طرابلس والإضرار بالمدنيين مضيفا بأن الليبيين سائموا الحروب والسرعات ولا يريدون اليوم إلا انتخابات جدية للتخلص من الطبقات السياسية التي سيطرت على ليبيا منذ عشر سنوات الموضوع آخر شهدت مناطق واسعة من موريتانيا موجة أمطار غزيرة صحبتها فيضانات هجرت مئات الأسر في مدن الوسط والجنوب وشردت الأمطار سكان بعض أحياء العاصمة واكشوت وشلت الحركة داخلها حيث لم تتمكن أليات شفط مياه الأمطار المتجمعة في أحياء وطرقات العاصمة من فك الحصار عن السكان وقطع أعضاء الحكومة الموريتانية إجازاتهم السنوية لمواكبة جهود إنقاذ المتضررين من هذه الفيضانات في ظل اتهامات بالفشل لجهود السلطات في مواجهة هذه الكارثة نهاية المشهد المغاربي وللمزيد من الأخبار تابعون عبر منصتنا الرقمية على تويتر فيسبوك انستجرام ويوتيوب ولتفاصيل أكثر عن الخبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية في الخدمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة